كتب ديبالا البلغ حاليا 26 عام على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي انه بريد يعلم الجميع انه هو وشريكته اوريانا ساباتيني تلقوا نتائج فحص فيروس كورونا ايجابي واضاف انه لحسن الحظ نحن بحالة ممتازة وشكر الجميع على رسائلهم وردت فريق السيدة العجوز على تغريد ديبالا بالقول نحن فريق واحد كما وانضم البلجيكي في ليني لقائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا بحسب ما افادت وكالة الصحة المحلية بمقاطعة جينان الصينية ويلي اعلنت انه نتائج الفحوص اتت ايجابية وبعاني البلجيكي الدولي البلغ 32 عام من حرارة عادية وعم بيشعر بحالة جيدة بحسب ما ذكر نادي شاندونغ الصيني لكنه تحت المعينة وعم بيخضع للعلاج باحد المستشفيات المختصة ايضا اعلن نادي ميلان الايطالي عن اصابة مديره الرياضي باولو مالديني ونجلو دانيالي مهاجم فريق الشباب بفيروس كورونا وكتب ميلان ببيان لالو باكد اصابة باولو مالديني البلغ حاليا 51 عام وهو وابنه واشار البيان الى ان باولو ودانيالي انه فترة الحجر الصحي لمدة اسبوعين بالمنزل ورح يبقوا بالحجر حتى الشفاء السريري